سوشيال ميديا في لحظة من اللحظات كده لما بتحقق إنجاز بتبقى فيها أراء مختلفة طبعاً السمة الغالبة بتتفوق بنسبة 80-90% عن التهاني للآلي والحديث عن إنجازات الآلي وتاريخ الآلي والأرقام القياسية اللي بيحققها النادي الآلي ولكن فيه نسبة كده معينة نسبة شازة لازم تختلف في الآراء أو لازم تبقى ترند ما هو الترند عندنا ما بيبقاش لازم يعني أو ضروري أن يكون ترندي إيجابي أو الناس تتكلم بميهنية لا الترند عندنا دايماً بيبقى القلش فيه أكتر أو اللا منطق فيه أكتر أو الشاز فيه الكلام بيبقى أكتر النهاردة في وسط حالة الهرجالة اللي موجودة في بعض الستوديوهات وعلى بعض حسابات السوشيال ميديا ييجي رئيس الاتحاد الدولي أنا أقولها بقى بلغة السوشيال ميديا محنا برابيك ترند عارفين كده إيه؟ في ممتصف الجبهة في توقيت وانت راجع بالبرونزية والناس تقولك أصلها بطولة ولا مش بطولة إنجاز ولا مش إنجاز النهاردة ييجي المسؤول الأول عن الكرة في العالم رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو يوجه أول تهنئة لأول فريق بيشارك في كأس العالم للأنداية ده على حساب السويسري جياني إنفانتينو على الإنستجرام عشان بس البعض ما يجيش يعتقد إن أنا إيه؟ بحاول أفتكس يعني لا أنا بقول معلومة بقول خبر النهاردة كده في منتصف الجبهة لكل من تحدث عن النادي الأهلي أن بطولة كأس العالم ليست بطولة هو أكيد هو مش فهم أي بطولة ومش بطولة إنه هو ما شاركش مركبش طيارة وما سافرش ما يعرفش لكن النهاردة رئيس الاتحاد الدولي أول تهنئة بتوجه لنادي القرن للنادي الأهلي بطل مصر وبطل إفريقيا على مشاركته في كأس العالم للأنداية تعالوا نشوف هذه اللحظة التاريخية اللي النهاردة السويسري جياني إنفانتينو بيوثقها على حسابه الرسمي على الإنستجرام ونرجع لأنه عندي تفاصيل مهمة عن الأنداء اللي هتشارك في هذه المسابقة إن شاء الله انطلاقا من عام 2025 في العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية الأهلي الأهلي بلسان السويسري جياني إنفانتينو الأهلي دائما وأبدا متواجد رقم واحد كمشارك في كأس العالم للأنداية الأهلي توقيت مشاركته ليست اليوم ولا جت وليدي للصدفة الأهلي مشاركته جت لأنه الفريق الإفريقي الوحيد اللي كسب دورة أبطال إفريقيا مرتين نظام التأهل كلنا سمعناه وعرفناه خلاص في الحلقات السابقة ومن عديد البرامج اللي شرحت نظام التأهل عشرين واحد وعشرين، عشرين اتنين وعشرين، عشرين تلاتة وعشرين، عشرين أربعة وعشرين بطل النسخ الأربعة هو اللي يشارك ولو فريق تقرر بطل خلال النسخ الأربعة بيبقى في نظام التصنيف والجدرة الرياضية للمشاركة في كأس العالم كالعادة لما تتكلم على أفريقيا واربع نسخ مختلفة أكيد لازم تلاقي الأهلي موجود في نسخة منهم بل بالعكس النادي الأهلي موجود في نسختين وقد يتواجد في التالتة أو في الرابعة وبالتالي يلجأ الاتحاد الدولي إلى التصنيف عشان يحدد الفرق المشاركة من إفريقيا حتى الآن الأهلي والوداد فقط اللي هيشاركوا في كأس العالم من اللي هيشارك تاني؟ لأن الكوتك خاصة بقرة إفريقيا أربع أندية لسه بطل عشرين تلاتة وعشرين وبطل عشرين أربعة وعشرين الأمر متعلق بالتصنيف لأن الاتحاد الدولي لما تكلم على تصنيف الفرق الأهلي في الصدارة قدامكم الأرقام على الشاشة 110 نقطة الوداد 102 وأقرب فرق قريبة من المشاركة في حال إذا لم تحرز النسخة الحالية أو النسخة القادمة ماموريدي سانداونز والترجي التونسي ليه؟ ماموريدي سانداونز 81 نقطة الترجي 75 بلوزداد 59 بترو أتلتكو دي لواندا 49 سيمبا التنزاني 45 رجع كازابلانكا يمكن مش موجود في النسخة الحالية 45 الهلال السوداني 33 حرية كونكري 29 كايزر تشيفز 28 وزمالك المصري في المركز الـ 12 28 فيه نقاط متعلقة طبعا بالحساب ثلاث نقاط في الفوز نقطة في التعادل ثلاث نقاط عشان في حال التأهل من دور المجموعات ولكن دي نقاط التصنيف ودي الفرق اللي هتشارك على فكرة التهنية هتكون كمان لباقي الفرق في قرية أسيا يمكن الهلال السعودي تأهل فيه كمان أراوة ريد ديفل ديومينز الياباني تأهل واللي كان بيلعم على الأهله المركز الثالث والرابع فيه نسخة السعودية الأخيرة من إنجلترا فيه منشستر سيتي فيه ريال مادريد فيه كمان تشيلس الإنجليزي ليفربول على فكرة موقفه صعب جدا لأن عشان تشارك كفريق إنجليزي فيه ظل وجود فرقتين ما ينفعش تشارك كتصنيف لازم تشارك كبطل يعني أنت كبطل ممكن تشارك لكن كتصنيف وفيه ثلاثة أندية إنجليزية ما يفعش تشارك أكتر من ثلاثة أندية إنجليزية بناء على تصنيف لازم تشارك وانت بطل فليفربول مش موجود دور الأبطال السنة دي لكن السنة جاية عنده فرصة لو كسب دور أبطال أوروبا أنه يشارك في ظل إن ممكن السنة دي لو فريق إنجليزي كسب بالمسابقة أعتقد هيكون موقف ليفربول صعب جدا في الفترة اللي جاي أوكلاند سيتي متواجد كالعادة من البرازيل في بلميراس وفلمينجو وفلمنينسي البرازيلي التلاثة أندية البرازيلية اللي فازت بآخر تلاثة نسخ في كوبا لبارتادورسي دي كانت بداية مهمة جدا عن تهنئة فيفا للأهلي بمشاركته في كأس العالم للأندية مشاركة تاريخية في النسخة الأولى المعدلة بمشاركة 32 نادي دي بداية مهمة جدا كان لازم نتكلم عليها لأن السوشيال ميديا في اللحظات الحالية لا حديث يعلو على تهنئة السويسري جياني إنفنتيلو للنادي الأهلي قابطة الإفريقيا مشاركة في كأس العالم للأندية